ما تقوم به البعثات الخارجية أو البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من تعنت مع المصريين يعني المفروض الصفارة المصرية أو أي صفارة لأي دولة أو أي قنصلية لأي دولة في أي مكان في العالم هي المسؤول عن تسيير مصالح رعاياها أو رعايا هذه الدولة داخل الدول الخارجية أما الصفارات المصرية وده اللي يمكن بقوله دايما تمثل أسوأ سفير أو أسوأ ممثل عن أسوأ نظام حكم البلد صفارات في الخارج تحولت إلى ما يشبه غرف أمن الدولة أو غرف المخابرات بتمنح الخدمات اللي المفروض هي حق للمصريين في الخارج على حسب الانتماء السياسي أو على حسب المعارضة أو المشاركة أو تأييد نظام عبد الفتاح السيسي منهم حاجة خطيرة جدا وهي الأوراق الثبوتية أو جواز الصفر أو وصيقة الصفر جواز الصفر ده حق بيكفله القانون والدستور لأي مواطن أن يحصل على هذه الوصيقة اللي بتيسر له أو بتمهيد له عملية الانتقال ما بين الدول مش من حق أي حد ولا أي نظام ولا أي مسؤول في أي مكان في العالم أنه يحرم مواطن من حقه في الحصول على جواز الصفر اللي بيكفله القانون والدستور طالما هذا المواطن يتمتع بالأهلية الكاملة ويتمتع بالمواطنة لكن اللي بتعمله السفارات المصرية في الخارج هي تعاند تام وكامل مع كل المصريين في تجديد جواز صفرهم ويمكن أنا واحد من الناس جواز صفري منتهي بقاله أكتر من ثلاث سنوات حاولت أجدده مرارا وتكرارا عن طريق القنصلية المصرية أو الصفارة المصرية في تركيا وكان الرد واضح وصريح ما ليكش عندنا جواز صفر وانزل جدده من مصر درجة أن بنتي اللي تولدت قبل سنتين ونص تقريبا لحد النهاردة ما معهاش شهادة ميلاد مصرية ماشية بوثيقة ميلاد تركية ليه؟ لأن الباشا القنصل في قنصلية مصر في اسطنبول لما روحت له أعمل وثيقة ميلاد لبنت لطفلة عمرها أسبوع قال لي استنى الرد الأمني من مصر الرد الأمني من مصر على طفلة عندها أسبوع وجه بالنهاية الرد الأمني من مصر ملكمش عندنا حاجة بعد مدولات وفلوس وبالنهاية عندنا كم متخم جدا من المصريين في الخارج ويمكن منهم الدكتور أيمن نور اللي حصل قبل كده على حكم قضائي بتجديد جواز صفر ولكن بعد كده تم نقض هذا الحكم بالنهاية السفرات والقنصليات المصرية في الخارج بتطلع لسانها للشعب المصري النهاردة فيه تحرك محمود جدا قام بيه حزب غد الثورة في الخارج واللي رفع دعوة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل إرغام الخارجية المصرية والسفرات المصرية لتجديد جوازات صفر المصريين في الخارج ترجمة نانسي قنقر